فعلا هو تمادي إسرائيل في حكاب هذه المذابح والجرائم الوحشية ناتج عن تقاعص المجتمع الدولي عن تطبيق نصوص قانونية موجودة فعلا سواء في معاهدات دولية جماعية أو في ميساق الأمم المتحدة ذاته أو في الإعلان العالمي لحق الإنسان كل المواثيق الدولية تتضمى النصوص توجب محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم وحشية وجرائم حرب في فلسطين التقاعص راجع إلى أن القانون الدولي ينقص عنصر مهم جدا وهو عنصر التطبيق الفعلي الذي يستلزم موافقة الدول مجلس الأمن الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن لو دولة منهم اعترضت هم خمس دول لو دولة منهم اعترضت على أي قرار أو إجراء يجب اتخاذه بيوقف على طول هذا الإجراء ولا يمكن اتخاذه وطبعا حضراتكم عارفين أن الولايات المتحدة بتساند إسرائيل مساندة بدون حدود وفي هذه الحرب لم تقتصر على أنها تساند إسرائيل من النواحي السياسية أو دعم سياسي بل هو دعم عسكري بمعنى أنها اشتركت فعلا مع إسرائيل في الخرب ودعمتها بقوات وبمساعدات سواء عسكرية أو لوجستية أو غيرها وبالتالي فهي تعتبر شريكة في الخرب وبالتالي لا يمكن أن تسمح بصدور قرار أو تمرير قرار أو إجراء من الإجراءات المنصوصة عليها في القانون الدولي فهنا بنجد أن في عجز كامل عن اتخاذ إجراءات منصوصة عليها في ميساق الأمم المتحدة في الفصل السابع ابتداء من المدى 39 من الميساق حتى المدى 50 يتضمن قواعد وإجراءات رادعة لدولة تهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما يحدث حاليا فإذن المسألة في القانون الدولي مختلفة عن القانون الداخلي فالقانون الداخلي توجد للقانون قوة لأنه يطبق باستخدام السلطة ولكن هنا السلطة في يد من يرتكبون الجرائم فلما تكون الولايات المتحدة أو شريكة في جريمة من الجرائم الخرب المنصوص عليها في ميساق الأمم المتحدة وفي المعاهدات الدولية الجماعية التي انضمت إليها كل دول العالم اللي هي اتفاقيات جينيف لسنة 49 فبنجد أنها هنا القانون الدولي بيظهر عجزه وقصوره عن ملاحقة المجرمين طيب ماذا لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن دعم إسرائيل؟ هل تحاكم؟ ما هو طبعا يجب احنا مش عايزين من الولايات المتحدة غير أنها لا تستخدم الفيتو يعني هو فيه كذا مشروع قرار قدمه لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار ولكن الولايات المتحدة بتستخدم الفيتو بوشرة وتوقف القرار فيبقى إذن مطلوب الولايات المتحدة أنها تتوقف حتى عن استعمال الفيتو لأنه هي هنا بتكشف وقها القبيح الذي رفضه الشعب الأمريكي ذاته في الولايات المتحدة توجد في عدة ملايات مظاهرات قوية جدا ضد الموقف السياسي للحكومة الأمريكية الإدارة الأمريكية إدارة فاشلة هي لا تطبق القانون لا تحترم القانون وتدعم إسرائيل دعم كامل مما يمكنها من ارتكاب درائم لا تفوق الخيال لا يمكن أن يتخيل أحد هدم المستشفيات أو اقتحام مستشفيات أو مدارس أو قتل أطفال وهدم المساكن على الأشخاص المدنيين الذين يقتلونها ده يعتبر هنا امتنع عن مساعدة الضحايا لأنه الضحايا اللي هم تحت الأنقاض يموتوا ده دفن أحياء دفن أشخاص أحياء هذه جرائم يندلها الجبين هذه جرائم وحشية يجب أن يقف العالم كله ضد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترجمة نانسي قنقر